موسيقى حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مسائع عبر الراي والله يسعدكم بشكل سريح اليوم بيكون معنا حملة أسنان وما تقوم به من فعاليات خيرية متنوعة وضيفنا في هذا الصدد بدر نبيل الإيسى مدير العلاقات العامة والتسويق في أسنان تور أما البداية مع الرابطة الكويتية لأمراض الكلة وعن أمراض الكلة والتعرف على وظائف الكلة والكثير من المعلومات عن هذا الموضوع مع ضيوفنا رئيس وحدة الكلة في مستشفى الجهراء ورئيس الرابطة الكويتية لأمراض الكلة الدكتور علي السهو ونحن سعيدين جدا ونتشرف بحضورك شكرا لكم دعوتنا الحضور خالي السهل مباركة ورئيس وحدة الكلة في مستشفى الفرانية دكتور أنس اليوسف سعيدين جدا ونتشرف بوجودكم في مسائل طبعا في البداية نبي نتكلم أنت وعندكم أتوقع نشاط وفعالية نشاط مشي وفعالية رياضة حلوة رياضة كلمونا عنها بالنسبة للرابطة الكويتية لأمراض الكلة تحتفل سنويا بيوم الكلة العالمي لصادف ثاني خميس من شهر مارس من كل عام ممتاز والأنشطة بعدة مسارات أنشطة علمية للأطباء وأنشطة توعوية للعامة كان في عندنا ركن بالأفينيوز ذاك اليوم وكان في وجود طبيب وممرضة وخصائي تغذية وفي الإجابة على استفسارات توزيع مواد تعوية وفي أيضا سباق المشي كان الدكتور أنس لوسف قم بجهد جبار الأشراف عليه وإن شاء الله سيكون يوم السبت صباحا ساعة عشر صباحا من نادي الكورنيش إلى الجزيرة الخضر في شارع الخليج العربي ممتاز نحن نصدق أنه ليس شيء سنوي يريد أنه كل شهر تسوون فعالية أو أسبوعي وما شاء الله صمنا زايدة عندنا هنا في الكويت وربادة زايدة شهر ثلاثة بالذات كان فيه أكثر سباق ماشي أعتقد أن هذا الثالث أو الرابع ممتاز نحن نودنا الناس كلها تحضر رياضة زينة مثل ما قل صحية والجوء يتحرق ويحرق جسمه ويساعد خاصة مرضى الكلة يساعد رياضة تساعد أكيد وشيء حلو ومادرة طيبة تكون من أطباع أنها تصير موسمية بهالطريقة هذه وتساعد المرضى بالتواصل مع أطباعهم وذي كاثرتهم وقت اللي يمشون وياهم حسون شوي بجو من المتعة وهذا الذي يبيه المريض لأن العامل النفسي يمكن يكون 50 إلى 80% من العلاج صحيح أسأل الله يوفقكم إن شاء الله نتكلم الآن في موضوعنا الأساسي وهو القصور الكلوي دكتور كلمنا عن القصور الكلوي المزمن ما هو؟ القصور الكلوي المزمن هو أحد الأمراض المزمنة الغير معدية التي حطتها منظمة الصحة العالمية من المشاكل التي تحتاج إلى جهد عالمي موحد لمواجهتها مرض شائع مرض خطير جدا و مرض صامت و في أعداده في زيادة في الكويت صامت نعم لأنه لا يتسبب أي تعراض إلا إذا وصل المريض لمراحل متقدمة جدا لذلك كل جهود الرابط الكويتي لمراض الكويت كل جهود أطباء الكلاف المسفيات هي للوقايا لمنهم عرض الإصابة به و لكشف المبكر لمن يصابون به و الكشف سهل جدا مجرد تحليل دم لكشف عن وضائف الكلاف كفحص دق الدم و تحليل بول لكشف عن وجود زلال أو بروتين في البول أم عدم وجوده نعم المرض في زيادة عدد مرض غسيل الكلاف في الكويت بنهاية عام 2012 كان 1350 نحوه لا أقول تلا عدد مرض غسيل الكلاف في الكويت بنهاية 2013 1750 زيادة هائلة عدد كبير هذا جدا تتجاوز قدراتنا الاستعابية الدولة فتحت مراكز غسيل فتحت مراكز غسيل زيادة و رح نفتح حين ما يسمى بالمراكز الخارجية أو ساتلايت يونت في المستوصفات في المحافظات لكن يجب أن نواجه المرض في بدايته لأنه لا نستطيع دكتور أنس إذا بنتكلم أيضا عن أعراض هذا المرض يمكن الدكتور تكلم عن خطورته تكلم عن الزيادة ولكن أعراض هذا المرض الصامت يعني الدكتور قاعد يقول لي صامت أنت ما تحس فيه لازم تروح تسوي فحص إن زين طيب ما هي الشغلات التي ممكن تسبب مثل هذا المرض و ما هي أسباب الزيادة بالضبط هو مرض صامت فالمرض أهل المنون العيادة يستغربون لما يقول لها أنت عندك فيه مشكلة بالكلة يقول لك شلون أنا لا أشكي من أعراض لا يوجد أي ألم لا يوجد أي مشاكل في البول مثلا لكن نقول لها لا يبين معك بالأعراض بداية لغاية ما يطيح الفاس بالرأس لما توصل مرحلة الفشل الكهرويت تام تقريبا هنا تبدأ تصبح معك بالأعراض فأسباب المرض أكثر شيء يعني عالميا السكر طبعا من أهم الأسباب أكثر شيوعا هي بعدها ارتفاع ضغط الدم فأنا الأشخاص اللي فيهم السكر و ضغط الدم المتابعة الدولية ضرورية سواء مستوصف أو في المستشفى مع طبيبك يعني فمن ضمن الفحصات تصير وظائف الكلة تتسوي كل ثلاث شهور تقريبا وتحليل البول اللي قاعدة دكتور علي اللي هو نشوف فيه زلال وطريقة معالجته فمن يجب أن ما يهم العلاجة عفوك على مقاطعاتك دكتور مثلا واحد قال لك والله أنا عندي وظائف تناسلية قاعدة تصير معاي مثلا عندي حرقة في البول يعني هذه ما تدل على بوادر وجود مثل هذا المرض هذا ما تعطينا مثلا حرقة في البول حرقان في البول يعطينا مؤشر الانتهاب في المسارك البولية فهذا علاجة كالكورس مضاد حيوي وممكن يروح لكن مثلا آلام تصير حصوات في الكلة هي السبب الآلام لكن مثلا قصور الكلة المزمن هذا اللي هو خلل في وظائف الكلة الكلة ما تقوم بوظائف الطبيعية هذا ما لا أعرض بداية لغاية ما تتفاقم مشكلة ويبدأ ما يحس فيه مثلا انتفاق في الجسم السواء تتمع في القدمين توصل لغاية الرئتين ضيق نفس قلة شهية غثيان يعني ممكن أن يمتن المريف سبب السواءل لأن كل ما يراح يكون منتفاق في سبب السواءل تورم في الجسم هذا ما راح متقدمة يعني نقول ما في وقايا راح تصير سوف نحاول أن نعالج أعراض التي لديك لكن أنت توقع أن على مدى أشهر أو سنوات حسب المريض أن يكون معك فشل كالويتام فبداية لما رأينا المرض أو كتفناه مبكرا الفشل كالويتام هذا ممكن أن أخرى سنوات عسا الله يوفقكم إن شاء الله و عسا الله يبعد عننا الشر و عن المشاهدين الكرام الشرم أهم شيء مرضاننا يكون عندهم التوعية والثقافة هذه و لا يهم العلاجة لأن أي مريض يقول لك مثلا لا يراجعك سنة لا يراجعك يأخذ الدواء قال خلاص الدواء ما يتغير و يروح مثلا يشتري من الصيدلية نفس الدواء يكررها بدون متابعة الطبيع لا مبالات يعني نوعا ما لا مبالات نعم على طريق العلاج دكتور أذا أوجه لك سؤال دكتور علي العلاج شنو هو يعني هل في علاج يخفي هالأعراض هذه ينهي الفشل الكلوي لا سمح الله ينهي حصول الفشل الكلوي هو مثل ما تفضل دكتور آنس هو ما فيه علاج يخلي المريض اللي أصيب بقصور كله و مزمن يرجع إلى حالة طبيعية لكن كلمة نعطي أما أنه يساعد في حفاظ على استقرار وظائف الكلا إذا مسكناه في مراحل متقدمة أو مبكرة جدا أو أنه يبطئ من تدهور وظائف الكلا إذا شفناه في مراحل متأخرة و يعالج العراب يعني طبعا هذه النصائح العامة شنو الأسبابه؟ داء السكري إذا لازم تسيطر على السكر ارتفاع ضغط الدم إذا لازم يزبط ضغط الدم بالنسبة لداء السكري بلغة الأرقام في الكويت ما يزيد عن 20% من السكان يعانون من داء السكري على مدى 20 سنة ثلث هؤلاء سيصابون بقصور كله و مزمن جزء منهم سيتطور إلى الفشل الكلوي التام لذلك يجب علينا أن نبدأ بكر ضبط السكر السيطرة على ضغط الدم العادات الغذائية السيئة كويت كلها مطعم دكتور هذه المشكلة لذلك نرى زيادة في السكر زيادة في بعض الدم زيادة في السمنة و زيادة في الأمراض الثانية كلها ما نتناوله من الملح يوميا يزيد بكثير عن حاجتنا مو كل مطعم دكتور يطلع يديد شوقك مو حطولك بسحلات غريبة عجيبة و أنت على ولك يلا مطعم توا مبطل يديد و حيل لا بحاجة لتشريعات تفرض على المطاعم كمية الملح و السكر التي تستخدمها ممكن مفروض و أن تبلغ الزبون أي وجبة تطلبها هذا اللي فيها من الملح من الكربوهيدرات و السعرات الحرارية من الفات المريض لاحق أن يعرف أساس تتجنب هذا و يخففها يعني مثل ما أنت قاعد تشتري منتج من الجمعية مثلا على سبيل المثال يعني تعرف ما فيه السعرات الحرارية و ما المواد المضافة و ما المواد الموجودة فيه مواد ملونة و غيرها من الأمور هذه اللي تتجنبها في حالة لا سمح الله أن يكون فيك مرض أو أنك قاعد تتبع حمية غدائية مثلا بالضبط فأنت يا المطعم حط يمل منيو ترى الوجبة هذه السعرات الحرارية اللي موجودة فيها كذا و كذا و كذا و كذا و عدد الملح و عدد السكر اللي موجود فيها بحيث أنك أنت تجنب بعد ما أقول لك أنت لا تربح بس يعني إذا تريد تاكل ممكن أنك أنت تتقلم لها أكل تطلب من الوجبة ممكن أنك ما تاكلها كاملة على الأقل بحيث أنك أنت ما تعذي نفسك يعني و بالأخير أكل مخترح جدا ممتاز بالعكس أنت عارفنا في أحد المثقفين اليابانيين قال وجود مكدونالز في توكيو هو أسوأ انتقام لهجومنا على بيرل هاربر لأنه فعلا دمر الثقافة اليابانية أو العادات الغذائية اليابانية السليمة اللي أكل خالي من الدهون قليل الملح فقام يعانون فنفس الشيح هنا في الكويت الحركة ما أحد يتحرك صح يشتري يعني يشتري مشروب طاقة ويدخن وقعد في كرسية المشروب الطاقة على أساس أنك تحرق السورات الحرارية و أنك تكون داخل لو يسوي كل شيء يعني الآن مثلا ممكن عادل كويت يسوق وياكل ويدخن وماسك التليفون وما شاء الله أنا شخصيا أخطبوط السيارة اللي يحيرني مثلا تلقى مشترك بنادي صحي أي وين يدور الموقف لازم عند الباب نحن رايح تسوي رياضة المسايد ديكتور المسايد نحن راكم المسايد يعني نحن بالجمعيات وقفين عند الباب بالمجمعات يدور الموقف عند الباب الحركة عندنا جدا قليلة يقولك الجو ما يساعد بس بالليل مثلا أو بالشتاء الواحد يمشي أفضل أما بالنسبة للعلاج طبعا في مجموعة من الأدوية نصرفها المرضى بغض النظر عن سبب قصور كلومز مثلا نعطي الأسبرين كمسيلا الدم أو أدوية لتعالج لنسبة الدهون حتى لو كان نسبة الدهون سليمة لأنها تساهم في تنظيف الشرايين في أدوية للضغط حتى لو كان الضغط سليم نعطيه ليش لأن تخفف الضغط داخل كلا تخفف نسبة زلال في البول فهذه أدوية كلها تساهم في الحماية ففي مجموعة من الأدوية بالإضافة لنصاحة الغذائية نعطيها المريض عشان نتحن النبي نشوفه في مراحل مبكرة نعم أنزين إذا بنتكلم عن حصل كله دكتور أنس يعني الإصابة فيها ماذا حصل كله وماذا نستطيع أن نتجنبها؟ بالأخير تصبح ترسبات من الكالسيوم وبعض المكونات التي يحدث مع الكالسيوم مثل الفوسفيت والأوكزاليت في المسالك البوية فتبدأ في الكلية لأن أساسا هناك ترسبات لكن المفروض تطلع مع البول على حسب كمية تشرب السوائل لكن كشخص لا يشرب كمية سوائل كثيرة أو يشتغل بالشمس فتلقى يعرق زيادة فأصبح هناك جفاف في الجسم أو الأسباب الثانية مثلا داخل الجسم نفسه فتترسب المكونات هذه في الكلية تكون حصوة على حسب حجم الحصوة إذا كانت كبيرة ستقعد داخل الكلية صارت صغيرة في البدايات فممكن تطلع وتنزل الحالب وتصبح مؤلمة جدا على ما تطلع ويصبح معها شوية الدم في البول فنحن نرى أكثر شيء مثلا في بداية فصل الصيف لأنه يصير حر الأشخاص لا يشربون كمية سوائل كافية يعرقون زيادة فيفقدون سوائل أكثر من اللي يأخذونها فتزيد نسبة حصوات الكلام أو لا يعطيك مشروط طاقة يعني هذه الأشياء هذه الأشياء في أكلات معينة ممكن تزيدها مثلا الناس حين يأخذون كالسيوم يقولك بأخذها وقاية مثلا جسم لا تحتاج أن تأكل أكل طبيعي صحي فيه كالسيوم يكون كافي فشك تأخذ زيادة وتساعف ترسبات كالسيوم في جسمك تضرك فمو كل مثلا فيتامين أو شيء طلع في السوق أخذته مثلا قالوا فيتامين سي مفيد بس الدراسات بيّنت كثرة فيتامين سي تزيد حصوات الكلام هذا الكلام توجه حقيقي اللي قاعد يتدربون اللي فاهمين رياضة غلط يعني ما شاء الله عليهم أنا قاعد أشوفهم وعسى الله يحرسهم إن شاء الله هم جسمين والجسم شحلاته بس ما يخلي بروتين لا بالنسبة لهذا الدراسات أثبتت أن الغذاء الغني جدا بالبروتين على المدى الطويل خطر جدا خطر جدا يعني إذا خليت بروتين مراكز حال الدماغ إذا خليت بروتين مراكز كمية البروتين في اليوم يجب أن يكون مقننة كل شيء يجب أن يكون مقننة كمية الملح كمية النشويات يجب جسمه يطلع بسرعة دكتور بس هذه على المدى الطويل خطرة نسبة بروتين هائلة هذه مدمرة على المدى الطويل الكيلو والجهاز الوعائي والقلب والدماغ ينصح بتجنبها شباب هلوقت أين تقول لهم؟ نعم الجسم يبيه إلى سنوات لا تأخذ بشهر أو شهرين فهو اسمه بودي بيلدينج على المدى الطويل يعني على المدى الطويل هما يبون بشهر أبي أجمس أبي يتعن بصيف أبي أطلع أبي جسمك يكون مضبوط ومترتب هذه عادات الغذائية السيئة جدا خطرة الدراسات أثبتت الغذاء الغني جدا بالبروتين على المدى الطويل خطر نفس الملح الملح مثل ما يسبق قصور كلا و يسبق ضغطهم و يسبق حاصة الكلا نفس الشيء العادات الغذائية السيئة تسبب لكم من جميع الأمراض مترابطة نعم طبعا أنا شرفت فيكم هو أبي من الكلمة دكتور تقدمها للمرضى والذي يعني مقبلين مثلا على علاج مثل هذه الأمراض سواء الفشل كلا أو لا سمح الله و حصل كلا وأيضا أبي كلمة من الدكتور والله نعم شي نقول الوقاية فمثل ما قلنا إذا أنت مثلا شخص صحي لا عندك أي أمراض الفحص السنوي مهم فحص قياس الضغط و فتحالي شاملة للسكر و الكوليسترول و وظائف الكلا و الكبد إذا أنت مثلا عند مريض سكر أو ضغط أو عندك أي مراضة مراضة القلب أو أي شيء الفحصات الدولية متابعتك مع الطبيب لملاحظة أي تغير على وظائف الكلا فنكتشف مرض نبتشر و نعالج نبتشر عشان لا تدهور الحالة و نوصل إلى لا سمح الله الفشل للكلا والتام و غسيل للكلا نسمح الله إن شاء الله دكتور أدعو الجميع لزيارة موقع الرابط الكويتي للمراض الكلا KNA.org.kw في معلومات وافية عن ارتفاع ضغط الدم وصول الكلا غسيل حصل الكلا التهابات الكلاوية البكتيرية معلومات وافية ممكن تعيد اسم الموقع KNA.org.kw في معلومات كافية و يستطيع عن التواصل من خلاله معنا و ادعوهم إلى حضور ماراثون الرابط الكويتي للمراض الكلا متى المراض الكلا يوم السبت صباحا يوم 29 ثلاثة السبت من نادي الكورنيش في الجزيرة الخضراء ساعة عشرة صباحا في جوائز الفائزين و حضوركم راهية الجوائز حسب كاليات تحنه عشان ني نمشي معاكم تسجيل اون لاين يعني على ناحس الموقع دشون يقدون سجلون في اون لاين ممتاز ممتاز يالله اشتابون هم جوائز بيعطيكم الله يسعدكم ان شاء الله طبعا كلمة الله يسعدكم محمد ربيعان هي جازي خير ان شاء الله علقت بالثاني من هذك اليوم بيعطيكم العافية و ما قصرته عسى الله يوفقكم في مجالكم الطبي و يشافي كل مريض ان شاء الله فاصل مشاهديننا نطلع بهالبرايك و راجعين موسيقى 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 اطلقت اسنان تور حملتها الخيرية الضخمة و المميزة و التي تتضمن مشاريع تطوعية عديدة ضمن فعاليات سقوت الذي يقام شهريا من نوفمبر 2013 حتى ابريل 2014 بحضور كبار الشخصيات في المجتمع بالاضافة الى حجد هائل من الجمهور و نتيجة هذا النشاط في العمل الخيري التطوعي استطاعت هذه الحملة أن ترسم البسمة على وجوه الحضور لما تحمل من مسؤولية تجاه فرد في المجتمع الكويتي سنتعرف أكثر على هذا الموضوع و نتعرف على خواصة و جوانبه بالكامل مع ضيفنا الكريم في السيديو بدر نبيل عيسى مدير العلاقات العامة و التسويق في أسنان تور موسيقى بالخير كيف حالك؟ شرط لبرنامج المرة الثانية الله يسلمك بيتك و مكارك طويل لعمرك و ما شاء الله قاعد أرى نشاطك بارز و قاعد أرى باور و هايبر يعني من طيبك الله يسلمك و خليك شهادة نحتس فيها الله يسلمك و نتسفيك و عزغاليك إن شاء الله الله يسلمك في المرة اللي طافت تكلمنا عن سوق قوت بشكل عام و خذناها بشكل سريع اليوم سنتكلم عن حملة أسنان تهتم دعنا نتعرف عليها من خلالك أول شيء يعطيكم الحافية نشكرين تلفزيون الراي على التضافة ثاني مرة بفترة وجيزة شيء يقدر لكم و يعطيكم ألف عافية عليه و شكرا شخصك الكريم على التضافة و شكرا على المقدمة اللطيفة الله يسلمك أسنان تهتم كلمة يعني شارحة نفسها أسنان تهتم بس السؤال تهتم بشنو و تهتم منو أسنان الشركة أو المؤسسة هي حالة حال الأشخاص شون الشخص يحب يكون كريم و يحب أن يعطي نحن كمؤسسة نحب نفكر أو كشركة نحب نفكر بنفس طريقة التفكير و ننتهج نفس النهج الذي ينتهجونا الأشخاص نهتم بالدولة نهتم بالمجتمع نهتم بالأفراد نهتم بكل ما تحمل الكلمة من معنى نهتم بالكويت بشكل عام و الكويتي بشكل خاص ممتاز أطلقناها الحملة هذه في بداية 2014 نحن كملكة قسم تسويق و علاقات عامة التسويق هو أساس شغلنا و العلاقات العامة هي أيضا أساس شغلنا لما حاولنا نضع خطة حق 2014 قلنا بداية لما نضع البوجت كله أو التكلفة الكلية فقط على التسويق قلنا لماذا نحولها نسويها CSR وهي خدمة مجتمعية وبالتالي ضربنا عصفر يمحجر واحد حدث الأساسي طبعا خدمة المجتمع و حدث ثاني ثانوي مع خدمة المجتمعية تسويق يعني بداية لما تصرف مبارقك الطائلة على الدعاية وبس لا تصرفها بخدمة الكويت و يفيد البلد و يفيدك بشكل خاص فهذا أساس النهج و هذه فكرته أسنان تهتم احتمينا بشغلات وايد و بداينا عصفر 11 و إن شاء الله نكملها على طول حلو، أعطينا هاشتاك أسنان كيرز أسنان كيرز مو أسنان تهتم لا بالإنجليزي أسنان كيرز يعني مو حاطين هاشتاكين قصدي أسنان كيرز أسنان كيرز نزين، نكلمنا عن المطبخ الخيري اللي سويتو و شنو الهدف من هالفكرة شنو المطبخ الخيري هذا الحين أقول لك إحنا رعينا سوق قوت سوق قوت تميز في حضور ممتاز عدد كبير من الناس كان يحضر في كل سوق نسوي هو السوق في بداية أول سبت من كل شهر و كل مرة كنا نيب نشاط مختلف و نشاط أيديد والنشاطة كلها خيرية تحت مظلة أسنان تهتم المطبخ الخيري هو باختصار تطوير طبق الخير طبق الخير هو كفكرة و ككونسوت موجود في الكويت من زمان الناس تيب أطباق من البيت الطبق هذا ينعروض بسعر رمزي ينباع الطبق و الفلوس كلا تروح حق التبرعات يا السلام بدل ما نيب الأطباق جاهزة من البيوت يبنى الطباخين نفسهم طبعا نحب نشكر من المنبر مطابق الفارسي العم عبد الرحمن الفارسي ما قصروا يعني و النام فيه موجه له ألف تحية ما قصر تقريبا رعوا المطبخ كلها جاهزون الأجهزة كلها من ثلاجات و من أفران طباخين نفسهم هم الطباخين اللي موجودين في البيوت يعني قصد الأمهات لا الآن أسمي لك إياهم طباخين مشهورين كويتيين شف عدلة شرهان شاركت معنا كونسبت ففتين حسين العلي شارك معنا شيخ الصباح من نوفو دالي شاركت نورا المنصور ريم النصف و حسن الموسوي هذا المطبخ الأول المطبخ الثاني شاركت معنا الشف هنوف البلهان رجلها أحلة تحية و كلهم الشف فواز العميم الشف ياسمين العبد الغفور بنات الكليب اسم الشركة ديشز و أيضا جوز فاكتيري محمد العيدان و هيد حلو أن أنت مطأم اللجنة الخيرية هذه و المشروع الخيري بأسامة كوتية لا قصروا تصدق كل اللي خذان مني تليفون أي واحد فيهم كانوا متعاونين أدق عليهم أشرح لهم الفكرة معاك أم بورد تبرعوا بالأكل الذي يأبوا و بالوقت الذي خذ منهم حق إعداده و بالوقت في السوق يوم كامل وقف على ريوله من الساعة 10 صبح إلى الساعة 7 بالليل بس قاعدين يبيعون يرسمون البسمة فعلا يعني عندما أقولك يرسمون البسمة هي اسم على مسامة الناس وايد مستنسة لأن العطاء أنواع أخي سالم ممكن شخص يتصدق و يكون سعيد يزكي و يكون سعيد وهذا شيء ممتاز بس الشيء الأحلى أنك أنت تسوي دائرة العطاء كلها سعيدة صحيح وتشعر بالمتعة المتعة 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 أما طابت أنا المرض وقت اللي تشتغل لا عادي أنا بدليات على الهواء خذ و خلي مو مشكلة بسيطة فتحس بالمتعة فعلا أنت قاعد تشتغل وتقدم العطاء الخيري صح صح الطباخين نفسهم الشفس اللي كانوا مشاركين معانا روحهم حلوة حطاعهم حلوة وطباخهم نفسهم ناطع شوكتني يا معودة مدوبي يعني إذا سوينا شكلك فايحنا نتشابيتش نوزنك زايد عن شر الإطاف لا والله ضعفانك ألوين أعرام عليك أغاسي يلا زيد بس بشكل عام والله ما قصروا معانا وكفتهم صراحة نذكر علاوة على ذلك حق المطبخ الخيري طبعا الفلوس اللي طلعت اللي جمعناها راحت حق طبعا أن وجههم أكبر تحية وأحلى تحية لوياك لوياك عندهم برنامج اسمه هومز معني بعادة بناء بيوت متهالكة لأسر متعففة داخل الكويت ففلوس المطبخ كلها راحت هذي لأشخاص وراحت حق مو بس ترميم البيوت لا ترميم البيوت وراحت حق إطعامهم بعد يعني أكل لأكل فهي دائرة كاملة من العطاء وما قصروا معانا يعني في توزيع وطريقة انتقام حتى حق الشغل والأشخاص المحتاجين كانت جدا بعناية وبإطقان شيء جيد حلو صراحة اللي قد أسمع منك ودي آية أشوفه وياك على أرض الواقع مشكور تدرون سالفة البالونات؟ ما أدري البالونات عدد شو هي تطلع لنا بفكرة؟ برايك وراجعين ونعرفها السالفة الله يزال بك يسألني يا جماعة النسبة تمام؟ والله إزجلت الله يسألتك مشكور طيب اللي أدريك أنزين البالونات ايه؟ سويت أوجوه عن البالونات والأمور هذه وين وديت أول فلوسة؟ شو لايك فيني وأنا أسألك وين وديت أول فلوسة؟ نعم حلوة لا لا بالعكس سؤال حلوة يهمني الناس تعرف أيضا راح حق لوياك أستاذ نجات دلالي السيد فيصل هارون وجنوم أحلى تحية سيدة فارع الثقاف مؤسسة لوياك وجنوم أحلى تحية أنا أحب لوياك لوياك منظمة ممتازة خيرية هدافها سامية فأثق فيهم ثقة عامية فأغلب أنشطتنا في الفترة الأخيرة كانت فلوسة تروح لأيك وكل مرة تروح لك برنامج مختلف برنامج هومز اللي هو عيارة بناء البيوت اللي قلنا عنه كان بالنصيب البلونات أيضا كانت تروح له البلونات فكرتها جدا بسيطة الياهل اللي تمشى مع والده في معرة طولة و شاف بلونا إلا يبي يأخذ بلونا مثل ما يشوف أسكريم يبي يأخذ كل شيء يعني يبروك ماذا ما شافش الشي يبي يأخذه مره ينيبو لا يمعود مره يانا هني السيديو عفسنا الله يستخدم الله يسلم الله يسلم المهم فالياهل يشوف بلونا و وده يأخذها فاش سوينا؟ البلونا بدينار بسعر رمزي الدينار هذا يروح كلها بالكامل تبرؤ حق إعادة منه البيوت و كل مرة كنا نطلع مبالغ زينا أذكر كل سوقوت يمكن نبيع تقريبا من 400 إلى 500 متاسم ساعات 600 بلونا هذه 600 دينار يعني توكل فيها 600 فقير لمدة يوم كامل يعني وجبة حق يوم كامل بدينار هذه 600 فقير كله و الياهل أستانس و الوالد أستانس لأن شرح أولده بلونا أفكاركم مائد حلوة الله يسلمك أفكاركم مائد حلوة وسهلة سهلة جدا سهلة ممتنع سهلة ممتنع سهلة ممتنع سهلة ممتنع تقدر أنك أنت تطوح بطريقتك ما شاء الله هذه الأفكار قروب عمل أي صح التيم هذا كله يفكر و تتخططون بحيث أن تطلعون به الأفكار هذه أنا كنت أخش التيم بس بالأخير بس دعما اقتريتها عندي فريق ممتاز نور الوزان محمد عويس منال السابج دلال حمادة نور الفداغ و نانسي حسين تيم مبدع و النعم فيهم كلهم عصف ذهني كلمة عن هذا الجو جو جيد جميل هذا تقريبا يكون بشكل يومي نقعد نطرح مشكله و في هذه الساعة أو الساعتين كل من يقول أفكاره و لا يوجد فكرة لا تصلح و لا يوجد فكرة نناقش حيثياتها فقط أفكار 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 و ندون و الفريق مبدع و كل مكان أوراق و شخابيطان أبو شخابيط كل ما يطرح على فكرة خيط قلم و شخبطها يأتي الفريق يشوفوا هذا و يدري هذه بداية و بناية الأفكار عدل بالإضافة للموضوع هذا التبرع بالأعضاء ساهمتوا بهذا الجانب هذا؟ التبرع بالأعضاء يانا على طبق من ذهب التبرع بالأعضاء دق علي نوجه له أحلى تحية أخونا و زميلنا عبدالله بوفتين و عبدالرحمن نوجه له أفضل تحية يا حبيب يا حبيب دق علي قال لي أنا كنت شايف حتى في إنستغرام شوية تغطية عليها قال لي إحنا عندنا حملة هدف هيبت و تتوعي الناس و تشجعهم على التبرع بالأعضاء لإنقاذ الحياة طبعا التبرع بالأعضاء بعد وفاة الشخص و قال لي ودنا أنتوا كأسنان كأسنان تكونوا معا قلت لحنا معاك كأسنان وبنأخذ هذه الفكرة حق 2 second step أو 2 second level يعني زيادة خطوة نحن عندنا معرض قوت سوق قوت ما رأيكم تأخذون كورنر فيه يصور عندكم زاوية و من هذه الزاوية تشجعون الناس بشكل مباشر بينكم و بينهم على التسجيل بشكل أكثر الحمد لله في يوم السوق كان في تسجيل و قبل السوق كان في تسجيل وقفنا معهم و ساندناهم فهذه الفكرة لهم و الحمد لهم يعني إحنا نوجههم أحلى تحية ياتنا بسهالة و تبنيناها لأن تنطبق و تنطبق و تنجرج حق كافي أن أنت و دعمتها و الفكرة و سهمتها و تنشرونها بالضبط يعني إحنا أهدافنا تتوالم مع أهداف حملتهم فشفنا ما في مانع أبدا من هذه التعاون و من هذه المنظرة أنا أوجه حقا أستاذ المشاهدين أي أحد يعتقد أو يحس أنه عنده فكرة خيرية و تصير و يحس أنه فيها أبداع و فيها جانب معين مهمل في المجتمع و نسلط الضوء عليه يتفضل عندنا و ينورنا العيادة و نتسولف و نرى كيف نطور هذه الأفكار نعم و طبعا معنا عبر الهاتف حاليا الدكتورة رنل عبد الرزاق عضو الجمعية الكويتية لزراءة الأعضاء و نعم و نجدنا بتواصل إياك مشاء النور و أنا سعيدة طبعا أكثر بالتواصل معكم تلفزيون الراي و بدر يعني سعيدة بأني أكون معها أكيد الله يسعدك إن شاء الله طبعا كلمينا عن تجربتك مع سوقوت طبعا إحنا حملتنا اللي أطلقناها نعطي من قلب للحس على التبرع بالأعضاء في الكويت للأمانة إحنا لما بداي نطلق الحملة و نتكلم عنها رية المبادرة كانت مشتركة بيننا و بين أسنان طبعا أسنان كان في عندهم حماس شديد إنهم يدعمون هذه الحملة و هذا الشي مو يديد عليهم باعتبار أن أهما أصلا عندهم يعني يعني سنتهم هذه يسمها أسنان كيرز و حريصين جدا على أن أهما يقدمون أنواع يعني الخدمة المجتمعية بصورة يعني متميزة فكان الأمانة المقترح من عندهم إن إحما يوصل لنا خاصة لنا مكان في قوت ماركت نحط في إحنا بوت و نشوف نكلم بالناس المرتدي للسوق علشان يعني يشدلون البطاقات بالإضافة إلى أنهم قدموا لنا 500 بالون نباعوا يعني في السوق علشان يروح رعهم لصندوق دعم مرضى الفشل الكلوي الموجود في جمعية زراعة الآضاء عندنا في الجمعية للأمانة كان التفاعل يعني جميل زدا نقول التفاعل بدأ أصلا من طاقم أسنان اللي كلهم تقريبا أنا متأكد اليوم ما أدري بجر في أحد عندكم ما وقع للحين البطاقة لا كلهم مقاوم لا مو بسهم أهم الناس دي توري شلون كان ردة تفعلها والله كان فيه صراحة تفاعل جميل إحنا كنا متخوفين يعني سوق وناس ياية مثلا بأطلة تبي تستارس تقول لها تبارع بالأعضاء بعد الوفاة يعني حتى الكلمة كنا خايفين نفي ناس تتمنح صحيح تكون ردة تفعل شوي بالعجس كان فيه تفاعل جميل لدن وكان فيه ناس يعني سجلت يعني إحنا فيه نفس يوم وقوة ماركت سجلنا 160 بطاقة بطاقة تبارع بالأعضاء وهذا طبعا عدد يعني مو شوية طبعا غير إنه كان فيه بوستات تنظر بالإنستغرام ونتيجة للتفاعل يعني مع الحملة هم فيه ناس كانت قاعدة تسجل أونلاين على موقع الجمعية فإحنا نتكلم عن ما بين 150 إلى 200 شخص فيها ذاك اليوم سجلوا بطاقات تبارع بالأعضاء وغير طبعا مثل لك إنه كان فيه ريعم للبيع البالونات اللي راح لصندوق دعم المرضى في الجمعية فالتجربة كانت جميلة جدا ونتمنى يعني إنه بمستقبل نكررها مع أفوض ماركت يمكن نكسير إن شاء الله دام إنه أنتم عاشين في العمل الخيري وعسى الله يوفقكم إن شاء الله في هالمجال هذا إن شاء الله يا رب إن شاء الله ويعني ونتمنى دائما اليوم إنه نشوف هالمبادرات من المؤسسات الناجحة دعم إنه بالكويت ناس طيبين مثلكم وهمتهم في عمل الخير بالطريقة هذه لا بمشيري إن شاء الله بتشوفين أكثر من هذا التفاعل وبتشوفين بطاقات أكثر أم وقعة لراحة الناس هنا عندنا في الكويت كل شكرا إن شاء الله إن شاء الله رضيك العافية دكتورة شكرا على المداخل الله يسلمك بدر رضيك العافية الله يسعدك الدكتورة رنال أدن رزاق عضو الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء رح نطلع برايك ضيح عبد الله يباش رب ماء والله يباش رب ماء يبوله ماء راجعين دعم أسنان تهتم لم يقتصر على زراعة الأعضاء ولم يقتصر على النظام الخيري في جمع الأطباق من المطابخ ومشاركة شركات مثل مطابق شيخان الفارسية ومشاركة أعضاء على ساس أن يقدمون أطباق الخير للناس والبالونات بل أيضا انتقلت للحيوانات عزكم الله وبيتنك زو شنو هذي بالضبط مشكورة مقدمة جدا جميلة طول بيتنك زو نحن جزئين في سوق قوت عندنا دائرة أسنان أو أسنان سيركل الصوب اليمين اللي سوينا فيها المطبخ الخيري وسوينا فيها مكان زراعة الأعضاء من ناحية الثانية مكان مخصص حق الأطفال بتعاون مع منظمة جميلة جدا اسمها الكيس باث اللي هو كويت باث هما ملجأ للحيوانات عندهم تقريبا مئة إلى ثلاثمائة حيوان في الوفرة اندبندنت يعني هما ذيئ مولون نفسهم نفسهم ما فيه تمويل اللي إيهم جدا بسيط تبرعات بسيطة دارين بالهم على الحيوانات إعادة تأهيلهم تدريبهم وتطعيمهم الأحيوانات اللي تشوفون بالشارع يمعونهم يحطونهم في مكان لم يلقوا لهم أحد يتبناهم ويدير بالعليهم فعمل خيري تدنبحت تعاوننا معهم اتصلنا عليهم رتبنا معهم وعطيناهم الزاوية هذه لهم يبون بعض الحيوانات الأليفة حيوانات حتى أسخلة بطتين أرنب وتكرمون السامعين كلهم شلب دخلها بدينار مبلغ بسيط جدا تقريبا ييهم من 800 لألف طفل في اليوم هذا 800 لألف دينار يروحون بالكامل حق الكيس باث حق رعاية هذه الحيوانات ويعني يصبح مصرف حق الأكل والتطعيم والفلوس اللي يحتاجونه عشان بس ما تحس أنه يحتاج جهد كبير يعني أنك أنت ترأى الحيوانات وانت كرامة لأنك أنت تهتم في حيوان في طريقتها في بيئتها وتوفر للبيئة اللي هو محتاجها عشان شذيحنا وتحكير في مكان يعني محوط بالضبط شذيحنا حاولنا نحن ندعمهم كثير ما نقدر الأستاذة عايشة الحميضي وشيخة فاطمة الصباح كانوا متعاونين معنا جدا متحمسين حق الفكرة يقولنا كل مرة بفكار حلوة وإبداع أكثر من المرة اللي طاحت يم معه تقريبا أقول لك عدد كبير من الأطفال تليفون أطح يم عاد كبير من الأطفال بفترة وجهزة وتحملوا ضغط كبير من الأهالي من الأطفال ومجهوا المحلة تحي ويعطيهم العافية الله يسلمك على سيرة الشيخة فاطمة الصباح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الحيوانات هي ويانة عبر الهاتف نتشرف التواصل وياتش والله يسعدك في هذا التواصل شعركم العافية الله يقافيك كلمين عن سقوط كلمين عن دعم أسنان تهتم معاكم ومشاركتهم والله يقضيهم العافية أسنان ويدعمونا ويدساعدونا أن ننشر فكرتنا أن نبي للناس تستوعب تستوعب شون لازم نحمي لازم نهتم بحيواناتنا ولازم نرأيهم ولازم نعرف شون نتعامل معاهم نعم ومرات نحن كإنسان ما نستوعب الحيوان شون يحس وشنو شنو قاعد يقول لنا لما من حركاتهم فمن شذي إحنا يبنى حيواناتنا بالجهة هذا القوت نعم عشان الناس سوق قوتنا نعم بالقوت عشان نعلمهم لما تشوفوا الشب شلون تيون قربون عليه شون تيونه النابح على الشلب لا ما نعرف على الشلب نقرب عليه ننزله نمد لأيدنا عشان يشمنا بعدين نقدر ننزفه نفس الشي معك أي حيوان يبنى كل الحيوان يبنىهم نبي ناس يستوعب شلون شلون راعيهم طريقة الرفق بالحيوان نفسه طريقتهم بالضبط نعم فهذا الجانب اللي تبنيتوه أنتو نزيل شلون شفتو ردود أفعال الناس يعني والله ناس وايد سانشت الحمد لله أنا أعتقد الناس وايد عجبتها الفكرة استانشتوا أن يقدروا يقربون على الحيوانات يشوفونهم يصورون معهم الأهالي يصورون عيالهم مع حيواناتنا وأن حيواناتنا كلها أليفة كلهم متعوذين عن الناس فما كان فيه أي مشكلة الحمد لله حابينكم نتطورون هذه الفكرة تكبر معاكم أحسنت أعنى إن شاء الله إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله في المجال اللّه يس rhombhole ان شاء الله نشاهكم متراجدين إن شاء الله في سوق قوت الخيري القادم إن شاء الله هذه الiquذات كتها ختمياتنا نحو نحو إن شاء الله นشاية هالمرة هالمرة سوية غير لا يقول الحقي يحد سوية غير مفاجأة لا خوف بتسيبون نمور ولا ولا لا 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 نحن ننهي بالحيانات جدا كلنا حياناتنا أليفة أنا سأللها سيسعدكم إن شاء الله وعليك العافية فاطمه مشكور على المصالح شيخ الفاطمة الصباحنا رئيس مجلس إدارة الحيوانات يعطيتكم العافية على هذه المشاركة نحن بنتكلم أيضا طبعا ضحكني أنت أتوق على الكاميرامان بل يطاح تلفوني ربما يعطيهم ألف عافية الكاميرامان أكثر ناس يتعبون حمادي يعطيك العافية يعني عادة بمشكلة إن شاء لا تقوّر تليفونك عندنا نوير موضوعي؟ نوير حركة جميلة جدا شيخ انتصار صباحي والدة شيخة فاطمة شيخ انتصار والجماعة اللي معاهم مبدعين جدا حملة هي أساسها حملة خيرية غير هدفة لروح بتاتا فكرتهم نشر الإيجابية في الكويت تسليط الضوء على الأشياء الجميلة في هذا البلد كل مكان فيه طبعا بس إذا عينك شاهدت وقدرت أنك تفهمها وتحسها وتستوعبها تكون شخص أسعد وتكون شخص إيجابي وهذه كل فكرتهم وكل حماسهم نبي نقدم شيء مختلف عندنا عدد كبير من الناس نحاول كثير ما نقدر نحن نكون مبدعين في عطائنا نحاول نعطي بشغلات مختلفة اخترنا الطيبة السلام طبعا لما تختار الطيبة طبيعي توجه حق نوير وتطلب منهم التعاون وتمد إيد كبيرهم وتعاون معهم قاعدنا مع بعض عصف ذهني مثل ما اتفقنا مساعة قاعدنا معهم أكثر من مرات 3 أو 4 مرات طلعت معنا كلنا مع بعض فكرة جدا 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 اسمها دائرة اللطف أو كايدنس سيركل دائرة اللطف باختصارهم عبارة عن ممر تدخلها في كلام إيجابي بالممر لما تخلص في مفاجأة عبارة عن واحة حديقة فيها ألف وردة كل وردة أخي سالم مكتوب عليها مدحة مختلفة مثلا ابتسامتك جميلة بوثك حلو شكلك جميل عيونك حلوة الفكرة أنك أنت تأخذ هذه الوردة خلال عشر دقائق أعطيها شخص ثاني يستاهل هذه المدحة ومن تفتح تكتب أسبوك تكتب الوقت الذي استلمت في هذه الوردة وتسلمها تعطيها عشرة شخاص باختصار شجعنا الناس على مدح الناس الثانين نحن نعتقد معهم هما مع النوير أن إذا مدحت شخص وخليتي يكون أسعد الساعات ستنتشر على مثل ما قلت لي مساعة الحي يحيك والإيجابية تنتشر مثل الدائرة الناس كالدائرة الطيبة أنت كلك إيجابي الله يسلمك أنت شخص راقي وكلامك جيد حلوك ودربك الذي تمشي فيه فدعا في هذه الحملات الخيرية جدا جميل شهادة احتسفيها وفاجأك بسلام موجه من الدكتور صلاح العد الجادة خالي أسأل الله يسلمك الدكتور يعطيك العافية على التواصل هذا ويبلغك سلامه تعطي العافية الخال كان مدرس لنا وإحنا صغار بشكل ملقن ومعلم احتك فيه وانتعلم منه دائما أنا محتك فيه يعطيك العافية على هذه الحضور كانوا معنا بدر نبيل عيسى مدير الألاقات العامة والتسويق في أسنان تور وأسنان كيرز أسنان تهتم الشاركة في هذه الحملات وخلكم إيجابي سأعطيك العافية سالم قول ما تختم الوقت أفضل لا بخالف سامحني بالبريك بساعة بين سيجمت و سيجمت سالم قال لي شعر الله يسلم الله يسلمك و لا أستطيع أخي سالم شاعر و تقول لنا الله يسلمك عطلوا بيتين بعد رأسي ختام أراكم على خير الله يسعقكم على ألف سلامة اشتركوا في القناة 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 للمشاهدة قناة اشتركوا في القناة